كل سنة وانت طيب يا نجم النجوم كل سنة وانت نجم كبير كده كنت كل سنة وانت طيب يا منديالي زي ما قال زمال العزيز في التأرير كل سنة وانت حامي عرين النادي الاهلي ومتخب مصر ومعتقب عن نجوم الفريق من النادي الاهلي اكرامي ولطفيا وكل حراس المرمى بس كان طلع على كورة بالبوكس برضو كابتن عليك برضو مخالص بي نصيب نصيب طب نرحب بها كابتن عليك شنوال زاك شنوال كل الصام طيب يا حبيب وانت طيب يا كبتين موالك ايه ميدو كان متفاجئ ان انا لجبتك من الحمول لا هو مش انا كبتين انت اول واحد ما ربتني في التهادي وياما اتراضتك حصيتك كثير انا فكر ان اتشفته اصلا ميدو فكر ان هو اكتشفك عشنها ومعرفش انها زن جايبك من الحمول ومعرفش حاجة خار اه كبتين اه كبتين اه بقى في الحمول مكان تطلع كرب البوكس لا ما كش لست اوصل اللي حد دي كل الصام طيب يا محمد ودائما من اه ام حاجة تبقى سليه صحة كويسة وربنا هكلمك ان شاء الله دائما الاحسن حبيب يا رب دائما كيف ده وما احضر لك على طول واتكتين علىها انا بتاعني احنا من ناشئين نتبرم مع كبتين علىها وتعلمنا نتكتر علىها حاجة كتير وتعلمنا يعني ايه الاقتزام يعني ايه حب النادي الاهلي يعني ايه ما نتصرش يعني ايه حاجات كتير واحنا موجودين في الناشئين كبتين علىها بطراحها من النادي اول ما جيت نادي الاهلي كبتين علىها كبتين علىها كبتين علىها طبعا كان واحد يعني صحيح جدا ان هو مع كبتين علىها حبيب ايش اللاوي كبتين علىها ربنا خليك كبتين طبعا مع اللي ماكش تطلع الكورة بالبوكس ايه ولا ايه يعني حبيب ايش اللاوي انا شهدت فيك مجروح انت عارف انا بحبك قدي يعني من اللعبة المخلصة اللي انا عملت معهم في بطرشد كمدرب يا كبتين علىها وكل الناس عارفها حاجة جميلة جدا ونموذج للعيب المحترف واللي عارف اهدافه وان شاء الله ربنا اديك كل اللي انت عايزه كبيرت ايش اللاوي تلاتين سنة للسه قدامك عشوة سين بس في الكورة لسه بادر عشوة سين بس لا لا الحارس المرمى هست بادر اكتر من اربعين سنة لا لا لسه اعرف الهو الحلو في ايه مش عشان هو موجود معي يعني اما جامل حمول وكان بيلعب الفكرة كان كابتين احمد مهر اللي ارحمه هو اللي كان مدير قطاع وقتها وتنبقنا للشناه ونبقى كويس هيبقى حارس مرمى هايل بس طبعا الايام عادت انا سبت النشئين ومشيت وكده فوجئت ان هو مشي بس الحلو في ايه بقى اللفة دي كلها ميدو وراح راجع تاني النادي الاهلي لا مش النادي الاهلي وانتخب مصر وليعب كساء على الشناهو احنا بترجدت جالو هقض احتراف بر فانا كنت بقى هو يعني اخويا الصغير مش عايز اقول ابني عشان ما كبرش نفسا لسه صغير لسه صغير فوقت له القودة كلمته قال لي يا كابتن انا مش عايز اقض احتراف انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني هو ده هدفي ورجع النادي الاهلي تاني جميل ؐا هدف هو عائز يرجع النادي الاهلي تاني ولكنه كان في بترجل � 끝� fö утопouls هو عارف ان هجي النادي الاهلي مش بقى الاهلي قد احتراف كان ممكن يمشي لكن هو عارف وهو عايز ايه اللي عايز ايه هو عارف قيمة النادي الاهلي وهو بحب النادي الاهلي ويوم ما جمل حمول وج Granاط حين النادي الاهلي كله طموحه والن يكمل في النادي الاهلي أه باعت شوية لكن رجع. رسالة حلوة جداً لكل واحد عايز يوصل. حتى لو باعت شوية عن المكان لأ أنا بحاول أرجع تاني. ورجع للأحسن. رجع للنادي أهلي. رجع للمتخب مصر. لعب كاسعالم. لسه قدام له عمره طويل. ربنا إن شاء الله يا كريمري بن هو نوعية بنا آدم أساساً يا ميدو. نوعية بنا آدم. مش لعب. هايل. ما شاء الله عليهم. طيب. مسابر جداً. بتبرين عايز يوصل. كل الحاجات دي يا ميدو بنتكلم عليها. اللي هي دايماً. بندور عليها إيه. اللي في العيب النادي الأهلي. أكي. هي كلها موجودة في محمد. آه ممكن تحصل شوية عصارات كده في طريقه. عادي جداً بتحصل مع. يعني كل لعبة العالم. مش حراسة العالم. والبوكس قد صعبة؟ ما علينا. نعم. انت خناتيب البوكس ده خلاص. لكن لا لا لا. وانا أسيبه. لسه عمره ده بك طويلة شناهو إن شاء الله. المشكلة بتاعت الشناهو إيه بقى كبتان عالق. مشكلته إيه بقى إن الكرة دي لعبتي. عارف إنت اللي هو إيه. هطلع عجبها هطلع عجبها. همسكها بإيد واحدة ممكن همسكها بإيد واحدة. قلت له. أنا قلت له. يا الظروف خلاص. خلاص سبحان الله تعرف. يعني سبحان الله فيه حاجة في الوقت ده. ربنا رأيت كده. إن الكرة دي لو جات له خمسين مرة. ده تسعمائة ألف مرة. لا. ومغمضة هيطلع يا خودة. لكن يا سبحان الله كان فيه سبب. لكن هو لا. كان فيه سوطة وفيه. كان فيه سوطة وفيه. آآآآ. كان فيه سبب وخلاص ربنا أكلامك شناوي. ودايما الأحسن الحديثة. يا رب دايما يا كابتان يا رب إن شاء الله وشوفك على كده. كان فيه سبب إيه يا شناوي؟ لا استنى شوفك على خير. كان فيه سبب إيه؟ عشان أكيد مش عايز أتكلم في البيت سامعينك دلوقتي. كان فيه سبب إيه؟ اهآآآآ من Riley يكون فيه حاجة كده أو الكده؟ لا، لا، خالص أكيد. عملت عيد إيهذك فيه؟ نعملتوش والله لسه والله. ولا جالك هدايا وШها؟ لا، لابد الوقت لسهآآ دي lining. هتيجي بعد البرنامج ده هتيجي يا شناوي. هاكيد. يلا كروسان طيب أشناوي اللعية يحافظ يا حبيبي. ودايما كده في صحة وخير وإن شاء الله ترجعole أحسن الأول مليون مرة. يا رب ان شاء الله يا رب دايما ربنا خليج كابتن العلام حبيبة شناو كروسان طبع حبيب انت طايبة كابتن ربنا خليج كابتن شكراً جاهزاً شكراً جاهزاً أول مرة أعرف والله أول مرة أعرف لكن معي أتمرن معي كم رح يلعبتش ودي لو كنت أحمد نار حسن تبدو مغرور كده يا الله مغرور لحاجة أخير شناو أزارو لا خالص والله لا دي ناس الواحد لا الواحد مين